سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنجدت المحاياكم والله وبياكم كيف الحال وكيف الأحوال أخ تكفل ليه ليه آه آه يا حقي اليوتيوب آخ آخ كيف آخر بث لا لا اسمعوني تشل 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 خلوا الناس تيجي بعدين نشرح لكم عليكم السلام يا هلو مرحبا يا كزو كزوين عليكم السلام ورحمة الله حياك يا حبيبي ايش فيه ما فيه لكل خير بإذن الله ما فيه لكل خير لا ليش أبا أشرح لكم أبا أشرح لكم يا أخوان تشل اشرح الآن ما نبين ننتظر آه أنتوا جايين عشان تهوشوني آه آه يا أخوان حقيني تويتش ساعدوني حقيني اليوتيوب قديني هوشوني اشتقنا والله العظيم أكثر أقسم بالله أكثر يا أخوان ما إني ترى ترى يعني 24 ساعة قطعا ما قطعت 24 ساعة أقل بتنايم تعبان تعبان عاسب بس قمط والله من جد وش صاير لك خير أنا بأشرح لكم بأشرح لكم بأشرح لكم بس هدوء خلوا الناس تيجي أتوقع أنه عجوه حقيني اليوتيوب حقيني اليوتيوب في 2200 تقريبا حقيني اليوتيوب في 2200 ما أشاء الله يا أخي 2500 2500 في البث في اليوتيوب 2500 ثوموني قيل بسم الله طق سويت ستريم 2500 في البث بقول لكم يا جماعة الخير ليش بأقول لكم ليش يا جماعة بأشرح لكم كل حاجة بس عطوني ثواني عطوني ثواني خير صدق وش صار لك بعلمكم كل حاجة بعلمكم كل حاجة والأسباب اللي خلتني أفكر أسوي الأشياء اللي أنا بغى أسوي أكلناك مع ليش أبسط حقوقكم أصلا أنا 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 سندويش أصلا أنا سندويش عندكم كلون يا جعل ما يأكلني غيركم كلوني يعلك أعلم 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 راح تتفرج بإذن الله وبثني اليوم إن شاء الله إن شاء الله بيكون يوتيوب بيكون موهب المتابعين بتكون فيها أشياء حلوة بإذن الله وش التصريفة؟ ما في تصريفة ناصر يعني إذا بأصرف ليش أبث في التويتش وأوقف بذوث في اليوتيوب إذا أنا قاعد أصرف إذا أنا قاعد أصرف بأوقف الثنتين كلها ليش؟ أهدو أهدو محشي محشي خشم قلنا الحمد لله إنه من التويتش نورين يا حلوكم يا حلوكم يا حلوكم يا حلوكم يا أخي والله العظيم ما تعرفون؟ والله أتمنى لو أستطيع أن أفتح قلبي وأوريكم حجم السعادة لما أشوفكم متجمعين في بثي سعيد سعيد حضوركم لذيذ وممتع وجميل يلا هنت حييهم يلا هنت حييهم شخص شخص زيتش السالفة ما في لك الخير يا إن إن سي بي إن شكرا لك على واحد دولار يا حب طيب يا جماعة الخير قلوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له قلوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلونا ندخل في الموضوع ما رأيكم؟ ولا تحسون بيدري شوي اليوتيوب في 3000 التويتش فيه 930 تكلم بسرعة حاضر من عيوني الثنتين من عيوني الثنتين راح أعلمكم وبإذن الله أنا كتبت احتمال لأنه أنا مستعد أضحي إذا كان الموضوع رافضينه تماماً أنا مستعد أضحي وأتحمل الضرر اللي يأتي في مقابل أني أبث لكم في اليوتيوب فهمتوني؟ أولا ما فهمتوني؟ أنا مستعد أضحي والله أنا مستعد أضحي وأتحمل الضرر وأكمل أبث لكم في اليوتيوب عشان كذا أنا كتبت احتمال آخر بث في اليوتيوب راح أقول لكم السبب أنا بقول لكم السبب أولاً أعزائي أنا ساتي سيداتي سادتي اليوتيوب يا أخوان يعامل البثوث نفس معاملة المقاطع أوكي؟ اليوتيوب يعامل البثوث نفس معاملة المقاطع كيف يعامل البثوث نفس معاملة المقاطع؟ أحنا يا جماعة الخير نعتمد كلياً في المشاهدات على الـ ريكوميند حق اليوتيوب وما يجي اليوتيوب يأخذ مقطعنا الناس تدخل المقطع تتفرج على المقطع مثلاً نص المقطع اليوتيوب يعرف أن المقطع هذا عجب المشاهد فيقوموا شي يسوي اليوتيوب يطلع على المقطع ريكوميند للناس يستعرضوا الناس أكثر كويس؟ يستعرضوا الناس أكثر فتبدأ تزيد أيش؟ مشاهداتنا تبدأ تزيد مشاهداتنا تبدأ تزيد مشاهداتنا ممتاز فتخيلوا أن اليوتيوب يعامل معاملة البث نفس معاملة المقطع كيف يعامل البث نفس معاملة المقطع أنه إذا شافوا من البث مثلا البث أربع ساعات قولوا أنه الناس أغلبها يعني تدخل تشوف خمس دقايق تطلع تدخل تشوف أربع دقايق تطلع تدخل تشوف ثلاث دقايق تطلع تخيلوا أن الشيء هذا يقلل الريكميندد حق البذوذ حلو فيقل للريكوميندت حق القناة يعني بكرا لما أنزل المقطع بيكون الريكوميندت حقه قليل المقترحات حقه قليلة بسبب أنه البث كان المقترح حقه قليل فاهمتوا فاليوتيوب قاعد يعامل بثوثي نفس ما يعامل المقاطع فاهمتوا قصدي فأنا إيش قاعد أفكر أنا عندي خيارين لازم أسوي واحد منهم الخيار الأول أنه أوقف بثوث في اليوتيوب وأكمل في بثوث التويتش وأنزل لكم كل أسبوع أغنية أغنيتين مقطع وأغنية قصة أنا أزل لكم محتوى دائما 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 وأبث في التويتش بس حتى شوفوا شوفوا لو تدرون لو أبث اليوم كويس لو أبث اليوم مثلا في اليوتيوب اليوم بثيت في اليوتيوب مثلا قول بثي كان الساعة مثلا أربع لاصر وبثيت اليو سبعة لكن ما توصلكم إشعار الضرر الثالث أنه ودك جماهيريتي أعلى في اليوتيوب فودك أنك تطلع للجمهور هذا بأفضل حاجة عندك أغنية تعبان عليها مقطع تعبان عليه محتوى يعني يليق في المليون ذولي محتوى يليق فيكم بينما البثوث البثوث عفوية البثوث عفوية البثوث أنا أنا ما أخذ راحتي معاكم كأنكم جلسين معاي في الغرفة أسالف أخذ وعطي معكم نسيب هذا إذا قهرنا نقطق على هذا نتنمر على هذا ممكن شي هذا يسوي لمشاكل فهمتوا ممكن يسوي لمشاكل عد في اليوتيوب الناس ما تصدق خبر ما تصدق خبر تأخذ البث أي ردة فعلي على مقطع تروح تنزله يعني واحد شوفت ردة فعلي على دربحة يا أخوان ردة فعلي على دربحة على مقطع اللي قلت تباشر الله تبارك الله يعني يتوقع هو بخمسة عشر سنة عاش قصص أكثر من العمر وستين سنة شفت المقطع ذاك تدرون إن في واحد أخذه يا جماعة أنا قاعد أمزح أنا أخوي دربحة يعني بيننا احترامات سوي البعض فوله في التويتر واحد يأخذ البث كامل ينزله يحط العنوان ردة فعلي على دربحة حاط بيط وسن دربحة كذاب ووجهي أنا اللي في المقطع هيا يا أخوان هيا يا أخوان هيا يا أخوان هيا يا أخوان كواي عشان كذا مسألة البثوث في اليوتيوب مسألة حساسة مرة يعني أنا أشوف إنها قاعدة تضرني أكثر من إنها تفيدني للأسف وقاعدة تخليني اسمعوا وقاعدة تخليني ماعد أحاول أنتج مقاطع زيادة زي أغاني زي قصص زي فيديوهات أين كانت ميمز أين كان أين كانت تخليني بثوثي في اليوتيوب تخليني ماعد أنتج لكم أكثر مقاطع تخليني بس أبغى بث في اليوتيوب أنا بثيت في اليوتيوب خلص ما يحتاج أنزل المقطع فهمتوا قصدي؟ طيب الحين في خيارين الخيار الأول أنه أوقف تماما بثوث في اليوتيوب ويصير البثوث بس في التوتش و هذا ترابط التوتش حقي يحقيني اليوتيوب هذا الخيار الأول الخيار الثاني أني أسوي قناة في اليوتيوب خاصة للبثوث الخيار الثاني أسوي قناة في اليوتيوب خاصة للبثوث يعني أبث أخليل بثوث عامة حتى أكتبك هنا يحتاج أكفيها وکلوها عام عامة يعني اتدخل القناة الثاني تلقى بثوث الكاتات اللي هي اليها موجودة فيها فانتوا ايش تختارون تختارون الخيار الاول اني اوقف واخل AMP بس في تويتي او تختارون الخيار الثاني الي خلاني بس اه اسوي قناة بس خاصة للندس ابث فيها في اليوتوب والتويتي مع بعض قناة للبثوث الخيار اثنين قناة للبثوث تدرون أنكم غالين وتدرون أني أحبكم وتدرون أنه أي طلب منكم بحدود استطاعتي والله لا أسوي بدون أي تردد فبإذن الله بثنا الجاي رح يكون في قناتنا الجديدة ورح يكون في التويتش القناة هذه رح تصير بس للمقاطع ممتاز كذا أرضيتكم راضين كلكم حطين اثنين الله يجعلني في داكم الله لا يجعلني يوم من الأيام بالغلط بالغلط أزعلكم ولا أنه أخيب ظنكم ولا أنه أسوي أي حاجة يعني ما سوقع شوامين بإذن الله يشهد الله ثم يشهد الله ثم يشهد الله أنه الشيء اللي يرضيكم يهمني يا أخي حمدان أرحب ثم أرحب ثم أرحب وأرحب وكلكم ياللي في البث يشهد الله أنكم منورين كلكم تاج على رأسي والله خناه للبثوث الخيار الثاني تم بإذن الله من البث الجاي رح نبث في القناة الجديدة إن شاء الله بإذن اللي ما تنام عينه يا أخي أنت شخص طيب أنتو كنت بعصب بس يا جماعة الخير ما تعرفون أنتو قد أيش طيبين يعني أنا مهما سويت أشياء حلوة لكم والله ما تيجي أي شيء عند الأشياء الكبيرة والهيوج اللي سويته هالي أيها رب الكعبة أنا أشهد أنك كفو ولا تكفو أقسم بالله الله يجعلني عند حسن ظنكم البتريت نازل مرة يشي اسمه لله محمد رسول الله البث يبغالي أغير السيرفر حق البث فراح أقفل البث وأرجع بث مرة ثانية لكن في اليوتيوب ما رح يرجع البث رح يرجع البث بس بالتويتش حقين اليوتيوب رابط البث بحطه لكم في الشات راح أحط لكم مثبتة في الشات هذا بثنا الأخير في اليوتيوب وأنا أعتذر اعتذارا شديدا أقسم في جلال الله يعني في قناتي الأساسية هذه أنا أعتذر منكم اعتذارا شديدا يا حقين اليوتيوب أحبكم مرة يشهد الله أني أحبكم مرة وإذا ما تدرون ترى أنتوا رفعتوا أرقامي في التويتش رفعتوا متوسط المشاهدة في القناة رفعتوا لي أشياء مرة كثير أنا أحبكم يشهد الله وسعيد يعني في وجودي معاكم وسعيد لأني قاعد أبثلكم إيو والذي نفسي بيده لا تمون مشاري لا لا مشاري لش قاعد تهوشني ليش قاعد تهوشني مشاري يا لب قلبك يا زيت آه يا لب قلبك أنت بعد يا لب قلبك أنت بعد ما أحلاك من اليوتيوب أحلمين يجيني من اليوتيوب يا طيبة قلبك وروحك أقسم بالله شوي من طيبكم يشهد الله يوم ما بابكي ليه نبرة كلامك تبكي نبرة كلامي ما تبكي انت مخك تقرر كذا انت مخك تقرر أنه نبرد صوتك تبكي يلا بسم الله تعكرنا على الله يلا نبكي لا لا هي ما تبكي ترى معمية أي حاجة انت مخك قرر كذا فحبيت تبكي انت بدك تبكي بس تبغى سبب فإبكي ما في مشكلة نبرد صوتك تبكي بجنون الله يا جنون من اليوتيوب أرحموا مليون يا حقين اليوتيوب شو فجروا أم التوج فجروا أم التوج يعني خارقين يا أخوان والله العظيم خارقين زيد أتمنى أنك ما تنزل للأغاني يا أخي هوايتي يا أخي يا أخي هذا الشيء اللي أستمتع وأحب أسويه وعلى فكرة في مفاجأة لكم بإذن الله يوم الأحد يوم الأثنين يوم الأحد يوم الأثنين في مفاجأة لكم يحبها قلبكم مرة يحبها قلبكم مرة شيف تستغربون أني سويتها سنزل لكم في اليوتيوب بإذن الله يوم الأحد ليه آخر بث يوتيوب توني تكلمت توني تكلمت قلت كلام مرة كثير عن الموضوع يا حقين اليوتيوب اللي بيجي التويتش يسوي حساب ترى ما ياخذ منك دقيقتين ما ياخذ منك على طول ترى تسوي حساب في التويتش تدخل وتنور معجبينك كان اللي في التويتش يا زيد إذا ما تدري ترى أنا بادي بثوث في التويتش قبل ما أفتح قناة في اليوتيوب أنا قعدت يمكن خمسة شهور في التويتش أبث وأنا ما عندي قناة في اليوتيوب إذا ما تعرف الشيء ذا يعني حقين التويتش أعرفهم من قبل حقين اليوتيوب كثير فكيف مبعجبيني NNCVN يا أخي أحبي لك شكرا لك على ثلاث دولار يا أخي أحبك ورب البيت دمعت عليك بس حنا معك وين ما تروح تعرفون الشخص اللي سوى دونيشن تعرفون الشخص اللي سوى دونيشن أصلاً مجرد ما يشتغل أليرت بيجي ببالكم واحد من اثنين يا حمدان يا بلاك ووبي كمية حب كمية حب كبيرة جدا كمية حب كبيرة جدا للأدمية ذي أقسم بجلال الله الله يجعلني يا بلاك وبي شكرا 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 من صميم القلب من أعماق القلب شكرا ايوه رب الكعبة ايوه رب الكعبة شكرا يا بلاك وبي كل بث أدخله كل بث أدخله يا مئة دولار يا خمسة ألاف بيت ما دير عشر ألاف بيت يا مستحيل أنها تدخل بدون ما تدعم أدمية كريمة ايوه رب الكعبة أدمية كريمة ما تقصر ما تقصر أبدا شكرا لك يا بلاك وبي أنا أسأل المولى جل في علان أنه يعوضك ويرزقك ويسعتك زي ما أسعتني تبي مئة ألف دولار والله لو معاك المئة ألف دولار هذه إنك اللي تروح فيها جورجيا ولا تروح فيها النرويج ولا تروح فيها سويسرا وإنك تسعب على أم بثي وما تدخل بثي أنا عارف أنا عارف فلا تكون يسبقا الي 100 ألف دولار لأني أنا أدري أن لو معاك المبلغ هذا ما كان شوفتك ولا كان شوفتني ما كان عرفتك ولا كان عرفتني فتجنب الهياطي يا صديقي تجنب الهياطي يا صديقي زيد أحبك تقول مشعل عاشت لسامي مشعل جاي من اليوتيوب حياكم ربي اقسم بجلال الله أحلم يأتي زيدني بقراند أو يوتيوب راح أبث يوتيوب اليوم بإذن الله لأنه البث اللي راح بثينا أربع ساعات اتوقع مداد الساعات كلها قراند كانت فيا جماعة الخير اليوتيوب قاعد ينادي يقول زيد من زمان ما سويت ردة فعل زيد ليش الجودة أكثر من 360 لأن البتريت نازل مرة فلازم أغير سيرفر البث وأرجع بث أغير أبيكما أبيهم زيد ايش جدوى البثوثك جدوى البثوثي نسوي ردة فعل على اليوتيوب مقاطع اليوتيوب نتفرج ميمز مواهب ديسكورد نسوي فعاليات أحيانا على فلوس لا الله وحمد رسول الله واش بعد؟ نلعب جراند نلعب فورت نسوي شيء كثير يعني ما في محتوى محدد شات اليوتيوب سكت فجأة مو شات اليوتيوب شات التويتش هذا من البتريت هذا من النت يعني أشوف أشوف الشات هنا مرة شغال في صفحة ثانية والشات الثانية طافي يخي ودي أعرف مشكلة نت الله يا ودي أعرف مشكلة نت ما أدري وش شيء السلام عليكم، و عليكم وسلام برحمة الله و بركاته ليش بتقفل اليوتيوب من البثوث؟ صاني قلت الموضوع كامل ورباً ما أصحف قعد ساعة اشرح الحيان كان مر على البث طويل العمر 20 دقيقة كلها قاعد أشرح الموضوع ما يشوفنا إلا شوفكم شوفكم خاصة رجعتكم 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 يا أخوان إلا إلا رجعتكم رجعتكم قصدي موعد البذوث دائما نبث من بعد العشاء أحيانا نتأخر لين الساعة 12 واحدة أحيانا نكون من الساعة 8 أحيانا نكون من الساعة 9 كذا دائما نجدوا البذوث يا أخي والله وعيوني ثنتين أفشر بس ليل الله وحمد رسول الله في مواهب اليوم ما أدري يا إياد اليوم أنا أبغى أشوف حل النت أبغى أشوف حل النت زعلني زعلني مرة زيد ليش ما تعطي هدايا للمتابعين إذا سويت لكم أغنية تكفيكم كهدية إذا سويت لكم أغنية تكفيكم كهدية ولا ما تسويكم ما تسويكم أو ما تكفيكم زيد بتقفل البذ في اليوتيوب يا أخي يا أخي قاعد عنفني النت يا أخي البتريت عندي قاعد ينزل الإشعارات ما هي قاعدة توصل في المقاطع أشياء كثير يعني في أسباب كثير تخليني يعني أحاول أني أسوي قناة ثانية أبث فيها بدل ما أبث في قناتي الأساسية البتريت هابط شوي هابط مرة البتريت ألف ومئة من ثمانية ألاف أنك تبثح لهدية يا أحمد الله أنت نفسي أكل خدك والله نفسي أكل خدك البجيح قاعد يقول لي بثك أكبر هدية والرجال يملقمني يمكن ثلاث ألاف دولار ثلاث أيام مئة وعشرة كفتب كل شوي مئة دولار مئتين خمسين دولار خمسمئة دولار ويهددني يقول جاهز ألف دولار أنا أخاف هذا ما يدري أني أخاف وش فيه وبدين يقول لي بثك لأنا أفضل هدية بثك لالله يا هدية ممتازة أنا الحين قاعد قاعد أبني بيت بسببك أنزح أنزح الله أنزح بس هنا قاعد تدعوني مرة كثير يا أخي بعدين تقول لي بثك لأنا أكبر هدية والله يوجودك الهدية هل أنت سيارة؟ لأنك صدمتني بجمالك لأنا تريلة وجعني أصدمك صدك أنت غزلك الخرضة زيت تراني مرة زعلانا منك عادي دائماً الناس تزعل مني بدون سبب أخذ راحتك أخذ راحتك ما في مشكلة صرنا ما عد نزعل يعني ما عد نستغرب من اليوتيوب أحلى من يجي اليوتيوب يا أخي إن شخص طيب لا والله إني مني طيب منكم والله إني مني بطيب منكم زيت ذكرهم يحطون SKK هم يحط شوفوا تدرونيش الحلو إنهم قاعدين يحطون بدون ما أذكرهم والله العظيم قاعدين يحطون بدون ما أذكرهم يعني ما حسيت في يوم من الأيام إني أحتاج أقول لهم سلام عليكم تكفوا نحطوا SKK والله العظيم إنهم قاعدين يحطون بدون ما أقول لهم يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يعني لما أدخل على صفحة الكود وأشوف عدد الناس اللي قاعدين تحط SKK هيوج ورب الكب هيوج من اليوتيوب أحبك يا زيت أي لاب يوتيوب كيلار الكام ملكم ملكم حي الله كيلار SKK SKK بلاكوبي طرح لاب يو جايز سو متش لاب يو سو متش يا أخي سعادة ورب يا أخي سعادة أنت ورب البيت وأنت سعادة وأنت سعادة يا لومو يلا أنا في اليوتيوب سريع أتوقع أني بقفل البث وأشغله بس بيشتغل في التويتش الحالة ما رح يشتغل في اليوتيوب وبعدين بنبدأ أوكي جايز السلامي وربي أطلق إشعار هلا وغلق هلا وغلق ما شاء الله تيلار دكتورة بلاكوبي حمدان أرح الشعب كلّهم محضرين الشعب كلهم محضرين أنا الاحيان لش قلت أربعة سامي الاحيان الأربعة علاف اللي في البث بيقولوا ليش قلت سامي وما قلت ساميه قلت أشىت أنا جيبت في نفس علىature أقسم ربك أنا جبت نفسي لعيد الآن إيش يفكني؟ الآن إيش يفكني؟ الآن إيش يفكني منهم؟ الآن أنا نهنت خلاص أنا جاري دعسي مئة بالمئة أنا سوف أندعس الآن حسون؟ إياد ولكم أي واحد أحس بيدعسني ما رحم فيه على طول؟ والله يا جماعة الخير مالي خلق أندعس وربه المصعب آلي نفسي أندعس يا أخوان لا تقبل الشغل البتريت تعبان إيه؟ أدري 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 لأنني قاعد أبث في منصتين والنت قاعد يستهبل علي فالبتريت خربان عشان كذا فأحنا الآن بنطفي البث بنشغل البث بس في التويتش بنغير السيرفر حق البث لا ما يبت العيد يا زيد أنت قلت أكثر ناس دعموك زيد أحبك أحبك أيضا أكثر ناس دعموني مهم أكثر ناس حطوا فلوس أكثر ناس دعموني هم الناس اللي يحضرون كل بث هم الناس اللي دائما موجودين فذالي أكثر ناس دعموني بس ذالي لأنهم يعني يسيرون بين فترة وفترة فأحبيت أراح فيهم يعني زيد وربي إنك سطورة ما تتكرر والله يسعدكم يوفك ويرزقك يا حبيبي يا متعب هيا خذ هيا خذ هيا خذ هيا خذ هيا خذ هيا شوف هيا شوف اسككي من البقالة سوالي خمسة قبت سب معلش أنت اسككي الأصلي والله أنا اللي من البقالة أنت عندك فلوس أنت عندك فلوس يا حبيبي أنت شككي الأصلي أنا اللي من البقالة أقول الصدق ما أدخل أقول الصدق ما أدخل كثير البث الحمد لله أنا مرحلة فيك أنزع أنزع الله وضعي هنا كل بثوثك أحضرها شرف يا رب الكعبة شرف ليش آخر بث في اليوتيوب آخر بث ممكن يكون في قناتي هذه الأساسية ممكن أسوي قناة ثانية خاصة للبثوث فهذا ممكن يكون آخر بث في قناتي الأساسية إذا سويت قناة ثانية خاصة للبثوث ما راح أخلي البثوث خاص بعد ما أخلص منها راح خلي البثوث عام بس أقول لكم حاجة ما تعرفونها مع إني بخلي البثوث عام صدقوني يا جماعة الخير إنه بتشوفون كل المقاطع محذوفة من السترايكات بس أعني أنا بخليها عام إذا حذبها اليوتيوب عذبها إذا خلاها خلاها إيش بتسوي في البث؟ بسوي في البث يا طويل العمر بنتابع يوتيوب ممكن نطيق تقرانج ممكن لا نشوف دع الحياة تأخذ مجراها يا صديقي دع الحياة تأخذ مجراها روتيني اليوم يبثوثك يا حظي يا حظي أيه رب الكعبة يا حظي كل بث أحظر في كلا أسمع شوف الإملاء أخواني كلا بث أحظر في الله يوفقك أحبك من اللامارات والله نعم فيك حبك أنا كثير أنت بثي نورت وداعية آخر ليلة تجمعنا يا بثوث اليوتيوب جاي من اليوتيوب لا يا أخي لا تصيرون حزينين كذا يا أخي لا تقول العبارات حزينة يا أخوان لا تقول العبارات حزينة ما هو آخر بث في اليوتيوب بإذن الله نشوف نشوف وش يصير ممكن في الأحداث الرسمية زي بداية سيزون جديد نزل اللعبة جديدة زي في حدث مهم نبث لكم في القناة الأساسية لكن البثث اليومية راح تكون في التويتش هذا الأكيد واليوتيوب راح نبدأ نشتغل فيه شغل نظيف ننزل فيه لغاني يمكن أنزل في الأسبوع أغنيتين يمكن أنزل كل أسبوع أغنية ومقطع يمكن أن أسوي أشياء كثير مرة زيد يا زق يا زق قل كان زق كثير هذا والله والله زق كثير يعني ما حسبت حسب أني بأكل هذه الكمية من الزق لسك يا كي من البقالة يعني يشوفوا الكرم يسوي خمسة قفت سب بعدين يسوي سب كرم 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 مو طبيعي البنيادم والله زيد إذا شغلت فورت بسوي ستريم سنايب لا تدي علي أوكي الحمد لله أني ما لني أشغل فورت اليوم اللهم ولك الحمد شكرا يا ربي لأنك ألهمتني أني ما أشغل فورت اليوم يا أخي مو متعود أشوف بثك بدون ما أدعم يا حمدان أنت لا تتكلم عن الدعم تكفى تكفى يا حمدان أنت بثلاث أيام صرت التوب بايف في الدعمين عندي أقسم بالله أني مسافر وأستنى كتبث شفتوا لما أقول لكم أني محظوظ لما أقول لكم أني محظوظ تصدقوني يا أخوان سيد الله يكتب لك الخير الله يكتب لك اللي برماوي برماوي ما تعرف تكتب أياد أياد والله أني أحبك لكن الصدق إنك برماوي ما تعرف تكتب وأنا أحتاج أعيد كلامك ثلاث مرات أربع مرات عشان أعرف أقرأ يشوف مقطع رايد معركان وربي ضحك طيب أجل اسمعوني 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 وش رايكم نقفل البث نغير السيربر نكمل البث في اليوتيوب والتويتش اليوم ونشوف بشي يصير بس أخاف يا أخينا البتreteraج يكون نازل والله خاف البترياية يكون نازل خلص خلص بنبدأ في التويتش بنبدأ بس بذ معرف أتكلم بنبدأ بس في التويتش بنبدأ بس في التويتش تنتظروني بس خمس دقائق أضبط أعدادات ست unterstüt ered تنتظر مني خمس دقائق بس أقفل البث أأأأأ أأأأأأأأettsوي Cir vest أرجع بث مرة أخرى في التويتش حقين اليوتيوب رابط البث يكون فوق والله قاعد يضروني البث اليوتيوب يا الأخوان أخي لماذا شغلون يصدقوني يا شباب والله قاعد يضروني حقيني اليوتيوب تعالوا تويتش والله ما اخذ منكم دقيق ساً ثلاث دقيق الان اسوي قنان جديدة خاصة للبثوت بس الان اشوي قنان جديدة خاصة للبثوت اتفقنا حنا مسرع مزيتو هوشوني كbrarيني هوشوني حقيني اليوتيوب ورب الابت قليني هوشوني دوني قاعد أشرح لهم الساعة يا ربي يا ربي البتريت نازل أدري 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 بعدلة نحن بكفل بثها أشغلها وعدلة بخير الله يجعلها دوم أسحب عليهم حقين اليوتيوب لا لا تغلط لا تغلط ترعقين اليوتيوب والله لو يجونك التويتش اللي يعنفون التويتش ويعنفونك معه والله أنت أخو عبد الرحمن النعمي يب شكلك صديقة في المدرسة شكلك صديقة في المدرسة طيب يا جماعة الخير بقفل البث رحين بعدل العددات بس وارجع البث في التويتش الحالة أوكي أحبكم مرة حقين اليوتيوب رابط البث في التويتش مثبت المحادثة إذا حبين تنوروني ترى أقسم بجلال الله أن وجودكم يسعدني ويشرفني إيه ورب الكعبة يلا خلونا نضبط العددات بس أبيكو ما أبيهم أبيكو ما أبيهم يغرب ترجع وما تسحب يا أخي أبشر يا أخي أنت شدعه واش فيك عمري غيرت كلامي إيه وفي اليوم أربع مرات بس إن شاء الله إن الحين جايكم جايكم إيه و جايكم جايكم عادي يسالفوا في الشهات اللي نرجع في الشهات التوج بي رايت باك جايز لابيو لابيو هلوالي جايكم جاي؟ الجايز أبيان؟ جايز قالوا؟ هلو؟ إلا أنا أم القهر ولا كاني طفيت وشغلت ولا كاني سويت حاجة سويت رستارة المودة مغيرت السيربر سويت كل شي قل رقم واحد ما في ديلي ما في ديلي ما في ديلي يا جماعة ما في ديلي البتريت ألف ألف ومئة ألف ومئتين ظلمتنا في اليوتيوب دعينا عليك يا جماعة الخير ما أدريش سالفة النت والله ما أدريش سالفة النت يا رب القالح شقاني شقس تيسي رب الكعبة كل ما أحاول أزينها من هنا ترجع تخرب من هنا أحاول أزينها من هنا ترجع تخرب من هنا فكك أمها ورب الكعبة فكك أمها جرت 5G لا ما جربت 5G خير والله يا زيت الحمد لله الحمد لله أقفل و أشغل أجرب سيربر ثاني أقفل و شغل أجرب سيربر ثاني قدام يلا خلنا أقفل و أجرب أشغل أجرب سيربر ثاني دقيق البتريت 800 بيصير وجهي بربعات يعني تخيلوا خشمي كده طولة و مربعات شوفونا مربعات 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 منظر قبيح منظر قبيح والله ما حد يبغي يشوفه طيب يلا عادي يلا دقيق 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 قاعد حاول أضبط دقيق دقيقة بحاول أضبط ثاني